موسيقى الرياضة أمن القوم كل مستوى اللياقة البدنية بترتفع اللياقة الصحية بترتفع والقدرة على العمل بتزيد موسيقى أولى الرئيس عبدالفتاح سيسي الملفة الرياضية دعماً خاصاً واهتماماً بارزاً مع بدايات مجيئه حاكماً لمصر عام 2014 موسيقى كل الصحات الرياضية اللي موجودة واللي عملتها القوات المسلحة هو قبل منها اللي موجودة في رجل الشباب كتير بس إحنا محتاجين ننشع ونرفع كفاءة ونهتم موسيقى على صعيد المنشآت تم إنشاء أربعة ألاف وخمسين ملعباً خماسياً قانونياً وتحديث ثماني مدن شبابية إلى جانب تطوير ألف وثلاثة مراكز شباب من خلال مبادرة حياة كريمة موسيقى لكن يبقى الإنجاز الأكبر في مجال الإنشاءات متمثلاً في تجشين المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة بلغت مليارين ومائتي مليون جنيه على مساحة ثلاثة وتسعين فداناً بما يدعم قدرة مصر على استضافة المنافسات الرياضية العالمية المرتقبة خلال السنوات المقبلة سجل الإنجازات يشمل أيضاً نجاح الفرق الرياضية في تحقيق مائتين وثمانين بطولة متنوعة بالإضافة إلى تحقيق ثلاثة ألاف وخمسمائة ميدالية مختلفة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية بالإضافة إلى ذلك استضافت مصر كثيراً من البطولات العالمية والفعاليات القارية مثل كأس أمم إفريقيا في عام 2019 التي أسند تنظيمها إلى مصر قبل انطلاقها بمائة وأربعة وستين يوماً فقط في تحدي صعب تجاوزته الدولة المصرية بنجاح ساحق الأمر نفسه ينطبق على كأس العالم لكرة اليد في عام 2021 التي أبدعت مصر تنظيمها في ظل أزمة وباء كورونا المرهقة بالإضافة إلى ذلك نظمت مصر أيضاً بطولة العالم في الإسكواش وكأس العالم للرماية ومسابقات أخرى في مختلف الألعاب وما زالت النجاحات مستمرة والرسالة اللي احنا عايزين نقولها من خلالكم إن كل عمل حنعمله لبلدنا يطلع لبلدنا قدام هيبقى محل تقدير داخل مصر وخارج مصر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر